ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا أن نرحب بكم في ثاني حلقات برنامجكم الديني الفقهي فاستبقوا الخيرات الذي كما أسلفنا بالأمس أن ثلاثين حلقة خصصناها لعمود الإسلام وأعظم ركن بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وآخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن قرة العين ولذة الفؤاد عن الكتاب الموقوط عن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وسيتطرق ضيفنا الشيخ الدكتور سعيد البديوي المري بإذن الله تعالى عن أغلب مسائل الصلاة كأهميتها فضلها خشوعها وخضوعها وشروطها وأركانها وسننها ومكروهاتها ولحو ذلك من أحوالها فضيلة الشيخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيك الله الله يحييك وسلمي عنه وش نتكلم اليوم إن شاء الله عن أي جزئية عن شرط من شروط الصلاة شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة عن الوضوء جزء من الطهارة جميل الوضوء يعني شرط يعتبر شرط من شروط الصلاة بدون وضوء لا تصح الصلاة لا صلاة إلا بطهور كما قال النبي صلى الله إلا بطهور طبعا الشرط الشرط الصلاة أنت تريدني أتحدث وأدخل في الموضوع أدخل في الموضوع الشرط يختلف عن الركن نحن تكلمنا عن الركن مرة أخرى ظهر بالأمس والآن نقول الشرط بعض الناس قد يسأل ما الفرق بين الشرط والركن الركن هناك في حديث ابن عمر الماضي بنية الإسلام وعلى خمس أركان أركان الإسلام فالشرط شبيه بالركن إلا أن بينهما فرقا يسيرا ما هو الفرق؟ الركن لا يصح الشيء بدونه والشرط لا يصح الشيء بدونه كلاهما إذا انفقد انفقد الشيء لكن الفرق بينهما أن الركن هو في جسم العمل فمثلا الصلاة من أركان الصلاة الركوع من أركان الصلاة السجود الركوع هو شيء أو عمل في جسم الصلاة فهذا يسمى ركنا ليش سميناه ركن لسبابين الأول أنه في جسم الصلاة والثاني أنه لو لم يوجد لبطلة الصلاة يعني لو أن شخصا صلى بدون ركوع بطلت صلاته أو بدون سجود بطلت صلاته وهكذا وهكذا من قال أن الفاتحة الركن من صلى بدون فاتحة بطلت صلاته أما الشرط هو خارج جسم الشيء خارج الماهية فمثلا الوضوء بالنسبة للصلاة شرط لا تصح الصلاة إلا بالوضوء كما أنها لا تصح إلا بركوع لكن ما الفرق بين الركوع والوضوء الوضوء خارج جسم الصلاة هو قبل الصلاة فالشرط هو ما كان خارج جسم الشيء والركن هو ما في ذات الشيء ولذلك يقول أحد من شيخنا رحمة الله عليه الشيخ أحمد قال الركن ما في ذات شيء ولجاء الركن ما في ذات شيء ولجاء والشرط عن ماهية قد خرج عن ماهية يعني عن جسم الشيء الركن ما في ذات شيء ولجا والشرط عن ماهية قد خرج لكن كلاهما إذا من عدم إن عدمت حقيقة معهما فالوضوء هو شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بوضوء والوضوء له أهميته العظيمة وأهميته من أهمية الصلاة هناك الأجر في الوضوء هناك صحة الصلاة أولا لا تصح الصلاة إلا بالوضوء وهناك الأجر العظيم بالنسبة للوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رئم مسلم يقرب وضوءه فيسبغ الوضوء أو يحسنه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلوا من أيها أشاء كما في حديث عمر في صحية مسلم وهكذا حديث عمر بن عبسة في الصحية أيضا صحيح مسلم قال من توضأ وغسل وتمضمض واستنشق إلا خرت خطاياه من فيه وخياشيمه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه وجهه مع قطر الماء في حديث أبي هريرة مع آخر قطر الماء وإذا مسح رأسه خرت خطايا رأسه مع شعره فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء في حديث أبي هريرة أو مع آخر قطر الماء إلى أن يخرج نقيا من الذنوب كما في حديث أبي هريرة في حديث عمر بن عبسة قال فإن هو قام فصلى لله ركعتين وأقبل إلى الله بقلبه وفرغ قلبه لله إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يعني موضوع مع صلاة وهو مفرغ القلب طبعا هنا شرط عظيم جدا وهو شرط صعب وفرغ قلبه جميل كانك تريد أن تقول شيء والله أنا ودي أدخل في الحديث أشرايك نقرأ الحديث نأتي الآن الحديث المخصص لموضوع هذه الحلقات الحديث يقول عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة رواه الخمسة وصححه الأهمة بارك الله فيك هذا الحديث أنت لن نتكلم عن هذا الحديث من رواية لقيط بن صبرة ولقيط بن صبرة أحد الصحابة الأجلة أسلم متأخرا وكان وافدا بني المنتفق ولهم حديث طويل مشهور في كتب السنن وهذا الحديث رواه الخمسة الخمسة مقصود بهم الإمام أحمد والسنن الأربعة وهي سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النساء وسنن ابن ماجي وصحه الأهم صحه جماعتهم من أهل العلم وحتجوا به والحديث فيه يعني شيء من سنن الوضوء أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة ونحن أوردنا هذا الحديث لأننا في شهر الصوم أيضا إلا أن تكون صائمة فالإنسان وقت الصوم لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل شيء من الماء عبر أنفه أو حتى عبر المضمضة طبعا هذا الحديث الكلام عن الوضوء من عدة نواحي أهمية الوضوء الوضوء لا تصح الصلاة إلا به يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الآية هي آية الوضوء المشهورة فإذا أراد الإنسان الصلاة لا بد أن يتوضى لا تصح الصلاة بدون وضوء هنا أتذكر قصة للإمام الشافعي رحمة الله عليه مع تلميذه المزني في أهمية الوضوء المزني إسماعيل بن يحيان توفي سنة مائتين واربعة وستين بعد الشافعي بستين سنة الشافعي توفي سنة مائتين واربعة فبقي بعده ستين سنة وهو من أنجب تلاميذه من أهل مصر يقول يعني هجس في ضميري شيء من التوحيد توحيد المقصود به ليس التوحيد الذي هو ضد الشرك وإنما التوحيد الذي هو في صفات الله وفي علم الله يعني في علم الكلام كما يقول بعض أهل الشأن علم الكلام شيء منهي أن تدقق في علم الله سبحانه وتعالى فقال هجس في ضميري فقلت لا ينزع ذلك عني إلا الشافعي فجئته وجثوت بين يديه وقلت له يا أبا عبد الله هجس في ضميري كذا وكذا ورأيت أنه لا أحد يعلم علمك قال فغضب غضبا شديدا وقال أتدري أين أنت قلت نعم قال أنت في الأرض التي أغرق الله فيها فرعون يعني عليك خطر من هذا السؤال ثم سأله قال أتدري كم نجما في السماء قال لا قال فكوكبا جنسه طلوعه أفوله مما خلق قال لا قال يعني هذا مخلوق من المخلوقات لا تدرك علمه وتتكلم في علم الخالق قال ثم ألقى علي مسألة في الوضوء وهذا هو الشهد جميل قال فأخطأت فيها ففرعها علي أربعة أوجه فرع المسألة إلى أربعة أوجه قال فلم أصب في شيء منها قال هذا الوضوء الذي أمرت به وتحتاجه في اليوم خمس مرات لا تعلم علمه وتتكلف علم الخالق إذا هجس في ضميرك الشيء فارجع إلى قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إله والرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات قال واستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتفكر في الخالق الشاهد من الكلام أن الوضوء مهم جدا للمسلم لأنه يحتاجه كل يوم خمس مرات هذا إذا كان محدثا وقد يحتاجه أكثر من ذلك يحتاجه في النوم من نامه على طهارة كان عنده ملك يقول له كلما تحرك اللهم اغفر لي عبدك فلان وإذا نام على طهارة نام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث البراءة المشهور في الصحيحين إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل إلى آخر الحديث ادعو الدعاء الشهير اللهم إني وجهت وجهي إليك أسلمت نفسي إليك فمن نام على طهارة النوم الآن كم يأخذ منه من الوقت ثمان ساعات تقريبا وبعض الناس يمكن أكثر وبعض الناس أقل ثمان ساعات بالنسبة لعمر الإنسان هذا المعتاد هو ثلث عمر الإنسان أليس كذلك صحيح يعني لو عاش ستين سنة فتكون عشرين سنة منها كلها نوم فلو نام على طهارة وعلى السنة النبوية يصبح كأنه قد نام وهو على عبادة لذلك يقول بعض السلف نعمل عبادة المخدة نوم وعبادة وعبادة في نفسه نتزاق الخيران ودي ندخل في الجد على قلاته في أركان الوضوء أركان الوضوء وشروط الوضوء وكيفية الوضوء فإيش التفضلة نبدأ في كيفية الوضوء كأني بك تبغي تتوضى والله ودي لأن الموضوع صراحة ممكن فيه أشياء غايبة عنه فودنا نتوضى وودنا نتعلم الوضوء الكلام في الأركان يحتاج إلى وقت الكلام في السنن يحتاج إلى وقت إذا نشوف أنت تختار تبين توضى اليوم إذا نشوفك مصر على الوضوء إذا نتوضى توكر الله لكن الله يعينك بوقفك على كل نقطة خلاص نجيب أحمد نجيب لي عندما فيه أشياء عادة ممكن عندهم ما يتوضى لا يمكن سبحان الله نأخذ على المشاة ثم نرجع لكم مرة ثانية إن شاء الله شكرا لكم أخويا عبد الرحمن يا أخي خفف على الماء الإصراح غوب زين والماء نعم الله يهداك ما شكرا لنا أسوي بعد أبي أتوضى عدل ما أقلني شيء حبيبي أتوضى عدل بس مو بتتسبح الشكل طهيب يا أخي شكرا شكرا على النصيح استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم لا إله إلا الله وحده ولا الشريك لحظة 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 أخوي لحظة أنا أشوف البقعة هذه ما وصلها الماء مثل هذه أوه هذا اللي كنت خايف منه الآن لازم أعيد الوضوء كامل لا تعيد ولا شيء روح أغسل يدك مرة ثانية عدل وتعال ما يصير بس تغسل يدك لازم يتعيده كامل يا حبيبي أنت توضيت وخلاص بس يدك ما غسلتها غسل يدك وتعال لا لا ما يصير يقولون لازم الترتيب وبعد لازم الموالا موالا؟ يعني شنو الموالا؟ الموالا يعني لازم أنك تتواصل بالوضوء ما تفصل عضو عن عضو يا حول ولا قوة بس أنت لين حين الوضوء ما جاف عنك تدري شون؟ وروح وتوضى مرة ثانية وتعال يلا بس ها لا تتسبح مثل مساعة ولا تسرف بالعدال افتح الماء إن شاء الله بالعدال يلا حياكم الله أعزائي المشاهدين وهذا مشهد شفناه في مسألة هو أول شيء الإصراف في الماء ما شاء الله الواحد اللي بيتوضى شأنه بيتسبح لك ولا تتب ثم ترك البقعة بقعة كانت موجودة هنا في اليد لم يوضيها فأحنا نريد أن نتعلم يعني أنا مشهد يكفي من وضوك إن شاء الله براحتك خلص أنا والله كان ودينا والله يتعلم الناس الوضوء بلنا نجيب الماء وهذه بهالنا حياتي إن شاء الله إذا أنت تحسنا هذا مش مناسب براحتك اللي رايحك شيخنا جزاك الله خير أنت بينا نتكلم عن الوضوء نتكلم وضوء بكل أي بصدر كيفية الوضوء من هذه تحتاجي لوقتك حقيقة أولا لو فرضنا أنك قمت وتوضيت قدامنا تريد تعلم الناس الآن لو فرضنا هذا نعم أنت وضوك هذا صحيح أو غير صحيح سؤال أنا أسل لك لحنا ما رايحك توضى براحة توضى هناك شيء سمونه النية 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 ركن من أركان الوضوء عند جماعة من أهل العلم وهم المالكية والشافعية تنوينا وهي شرط عند الحنابلة وعند الحنفية والفرق بين الشرط والركن ليس يعني كبيرا جميل فهنا لو توضأت وأن تعلم الناس نيتك ما هي تعليم الناس جميل فهنا فقدت النية فهذا الوضوء لا يصلح الصلاة به لو كنت محددا جميل هذه فائدة جميل من فوائد التعليم وشالنية المفروضة تحطها في بالك المفروض أنك تنوي للصلاة تريد أن تصلي تنوي تريد أن تقرأ القرآن تنوي أو تمثل مصحف أنا نويت أن أصلي تريد تطوف مثلا بس لازم النية الآن مثلا نويت أن مثلا أصلي وبعدين رحت قرأت القرآن وطفت يعني في مشكلة ما في مشكلة النية ليست يعني مسألة صعبة يعني لو أن الله كلفنا أن ننزع النية لكان هذا الأمر صعب جميل لكن الإنسان لما يريد أن يتوضى ينوي هو بمجرد قيامه للموضى خلاص هذه هي النية مجرد قيامه هو يريد أن يصلي لماذا ذهب يتوضى لأنه يريد الصلاة أو يريد الطواف أو يريد قراءة القرآن أو مس المصحف أو نحو ذلك من الأمور هذه النية أصلا موجودة وإنما التكلف في نزعها أو في إثباتها في إيجادها وعند يقول أنا نويت كذا هذه فيها تكلف جميل فهذا أول الأمور المطلوبة على المتوضع الأمر الثاني البسملة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه توضأوا باسم الله طبعا هناك حديث في البسملة وردت أنه لا يصح الوضوء بغير بسملة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هذه الأحاديث أكثر أهل العلم بل الإمام أحمد الذي يحتج يعني رأى وجوب البسملة يذكر أن هذه الأحاديث لا تثبت أنها ضعيفة جميل لكن ربما هو أوجب البسملة من باب الاحتياط والجمهور يقولون البسملة ليست واجبة يعني لو توضأت وأنت ما قلت بسم الله فوضوءك صحيح والإمام أحمد يقول لا بد أن تسمي فإن نسيته فوضوءك أيضا صحيح لكن إن تعمدت ترك البسملة بطل وضوءك هذا عند الإمام أحمد بسم الله ما فيه إشكال جميل الآن بتوضى تقول بسم الله ثم تبدأ الوضوء أول شيء تبدأه بالوضوء هو غسل يدين غسل يدين الماء صفة الماء هل هو في صفة معينة أقدر الماء العادي أقدر مثلا أتوضى بماء البحر الآن مسألة المياه نخليها بعدين مسألة طويلة أو بدخلها في بنتكلم فيها الماء العادي الماء سواء الماء الذي يسمى ماء سواء ماء البهر أو ماء المطر أو ماء الثلج أو ماء البحر كل هذه المياه الطبيعية كلها تصلح للوضوء فأولا يأتي المتوضوء ويأوصل يديه هذه السنة يبدأ بغسل اليدين وسنن الوضوء يغسل كفك ثلاث مرات وأنت سوك أيضا السواك من سنن الوضوء السنة قبل وبعد أو بعد قبل الوضوء قبل الوضوء تتسوك وبعدين تبدأت جميع هناك خلني أذكر الأركان أولا ثم نعود إلى السنن إن كان هناك وقت الأركان أربعة أركان هذه متفق عليها وهي مذكورة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا واحد وامسحوا برؤوسكم هذا اثنين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه أربعة أركان هي باتفاق أهل العلم أن الوضوء لا يصح بدون واحد من هذه الأركان الركن الأول ما هو؟ غسل الوجه هنا في غسل الوجه اختلفوا في نقطة واحدة وهي المضمضة والاستنشاق هل هي من الوجه فتكون ركنا أو ليست من الوجه فتكون سنة الحنابلة يقولون أن المضمضة الفم والأنف من الوجه والجمهور يقولون ليست من الوجه الوجه ما واجه به الإنسان والناس والمضمضة والاستنشاق إنما هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر في الآية الله لم يذكر المضمضة ولم يذكر الاستنشاق وإنما ذكر غسل الوجه هذا الركن الأول الركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين وهذا باتفاق أهل العلم الركن الثالث اليدين إلى المرفقين لأن في ناس حطوا بالهم يغسلون الذراع إلى المرفق وانتهى اليدين من البداية اليدين خلاص أنا غسلت بالبداية لا 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 هذاك سنة أما الغسل الواجب لابد أن يكون بعد الوجه آه يعني بعد الوجه لازم أغسل يدي و لا 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 أغسل يدك غسلت يدك في البداية إزاي لذلك أنت كنت بتوضع ما أنا أبي على سبيل تأخذ غرفة من الماء أو غرفة يجوز اللي تقول غرفة ويجوز اللي تقول غرفة تأخذ غرفة من الماء ثم تسكبها هكذا على يدك حتى يصل إلى هنا إزاي هذه الغرفة الواحدة تمسح بها يدك كلها يدك كاملة لأن هذه الغرفة كافية مع اليد أنا قاعد أتكلم عن اليد نحن اليد هي من رأس الأصابع من رأس الأصابع إلى المنكب في ناس حطين بالهم بس الذراع اليد إلى المنكب قال أنا غسلت من البداية يدي خلاص ما يحتاج أغسله مرة ثانية لازم اليدين إلى المرفق صحيح إلى المرفقين فالحد إلى المرفقين جميل ثم اليد الثانية ثم مسح الرأس وبالإضافة إلى الأذنين الأذنين اختلف فيها لأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحه برؤوسكم ولم يذكروا الأذنين فهل الأذنان تعتبر واجبا لابد من مسحهما أو أنها سنة أيضا الحنابلة قالوا الأذنان من الرأس فيجب عليك أن تمسح الأذنين فإذا لم تمسح الأذنين بطل وضوءك عند الحنابلة الحنابلة شوي متشددين زيما الله خير الجمهور يقولون بأن لو لم تمسح أذنيك فوضوءك صحيح لأنك أتيت بالرقم نحن نقول إذا جاء الإنسان بالأركان صح عمله ولو لم يأتي به السنن لكن إتيانه بالسنن هو الأكمل والأخضل وهو من إسباغ الوضوء بعد مسح الرأس طبعا مسح الرأس له كيفية كما في حديث عبدالله بن زيد الأنصار رضي الله تعالى عنه أنه قال مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم رجع من حيث بدأ دون حائل طبعا دون حائل بدون ما يعني أنا أشير يعني فيبدأ من الناصية وإلى القفاء ثم يرجع مرة أخرى بيده هكذا ثم غسل الرجلين طبعا مسح الأذنين قلنا أنهم اختلفوا هل هو ركن وهذا الحنابل يقولون ركن لأنهم مع الرأس والجمهور يقولون بأنه سنة وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم أيضا اختلفوا هل يأخذ لها ماء جديد أو بنفس الماء والأفضل عند الجمهور أن يأخذ ماء جديدا لحديث ابن عمر يعني أثر لابن عمر أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا وابن عمر من الناس الذين من أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لو لم يأخذ ماء جديدا لأذنيه فوضوء صحيح أيضا كيفية مسح الأذنين هو أن تدخل السبابتين في الصماخين وتجعل الإبهامين خلف في ظاهر الأذنين هكذا هذا من الكيفية التي يذكرها العلم لو رجعنا إلى المضمضة طبعا حتى غسل الرجلين يعني هناك كيفية لغسل الرجلين ابن عباس يقول كما في صحيح البخاري أخذ حفنة من الماء ثم رش بها على قدمه وغسلها هذه الحفنة إذا رششت بها على القدم وغسلت القدم يعني جعلت الحفنة تمر على كل القدم هذه تعتبر غسلة واحدة وأنت المطلوب منك غسلة واحدة هي الفرد وثلاث غسلات هي السنة لو غسلت دنتين أو ثلاث هذه أفضل وأكمل لكن ليس معنا ثلاث غسلات أنك مثلا تغسل يدك ويبقى شيء هنا بياض لازم الغسلة الأولى تكون كاملة وثم تكون الثانية كاملة وإلا كانت المكملة هي الأولى ولو كانت أكثر من مرة واضح المسألة؟ واضح بالنسبة لكنا تكلمنا عن المضمضة المضمضة لها طريقتان الطريقة الأولى المضمضة والاستنشاق الطريقة الأولى وهي طريقة الحنابلة والشافعية وفيها حديث عبد الله بن زيد وحديث بن حباس يأخذ غرفة واحدة للثم والأنف يعني يأخذ غرفة بيده ثم يدخل بعض الماء في فمه للمضمضة والباقي من الماء يستنشق به فيستنشق ويستنثر أو يتمضمض ويستنشق ويستنثر من ثلاث غرفات مش ستة مش ثلاثة هنا وثلاثة هنا أما المالكية والحنفية فيقولون يمكنه الفصل بينها بل هذا الأفضل عندهم أن يفصل بينها يعني يأخذ ثلاث غرفات لفمه وثلاث غرفات لأنفه والآخرون لا يمنعون هذا ولكل أدلة يعني المثل المالكية والحنفية يقولون هذا أفضل ويستدلون أن أكثر الأحاديث فيها أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ما فيها أنه من كف واحدة ولا فيها أنه من ثلاث مرات أو من كفين بينما الحناء بله الشافعية عندهم حديث أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففضلوا هذا هذه كيفية المضمضة والاستنشق هناك إذا كان معنا وقت هناك اللحية مثلا لمن عنده لحية هناك تخليل اللحية تخليل اللحية ورد فيها حديث عثمان وهو من الصح الأحاديث في هذا الباب وإن كان ضعيفا ويقول الإمام أحمد وغيرا أنه لا يثبت في تخليل اللحية شيء لكن الصفة التي ذكرها في تخليل اللحية ذكروا صفتين إذا غسل الإنسان وجهه يعني أحيانا بعض الناس يكون لحية كثة فلا يرضى في داخله إلا وأن يدخل لحيته تحت الصنبور عشان يدخل والحقيقة أنه ليس هذا مطلوبا منه وإنما كف واحدة تغسل بها وجهك ويتتقاطر على لحيتك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم الناس لحيتك ومع ذلك كف واحدة كانت تكفيه لكن تعم في وجه كامل يعني أنه توصل من منابة الشعر من منابة الشعر الذقن واللحيين آه هاي كلها المكان جميل في تفاصيل كثيرة إن شاء الله نرجع لها مرة ثانية إن شاء الله بعد هذا الفاصل قبلها طبعا حندش بالمسابقة وحتى تعلمون الناس من خلال المسابقة بعض الأحكام وتعلق عليها نأتي الآن عزا المشاهدين مع فقرة المسابقة والمسابقة كما ذكرنا لكم عندنا غير ستكون هناك أسئلة مهمة عن الصلاة وجوائز قيمة لكنها جوائز غير تقليدية جوائز من نوع آخر ليست جوائز دنيوية بل هي جوائز تبقى لك ذخرا يوم القيامة جوائزنا اليوم مقدمة من كلها من جمعية قطر الخيرية وجمعية قطر الخيرية هي منظمة إنسانية أنشئت عام 1992 تعمل أيضا قطر الخيرية على الإسهام في جهود التنمية والعمل الإنساني ضمن الأولويات والتوجيهات والتوجهات الاستراتيجية الوطنية للدول التي تعمل فيها وتتعاون قطر الخيرية في أداء عملها من مختلف الفاعلين التنمويين والإنسانيين ملتزمة بهم بأهم مبادئ الشراكة كالمساواة والشفافية والمسؤولية والتكامل كما تلتزم قطر الخيرية في أداء واجبها الإنساني بالمبادئ الأساسية للعمل الإنساني كالاستقلالية والحياد وعدم التمييز تعمل قطر الخيرية حاليا في أكثر من سبعين بلدا عبر العالم ولها مكاتب ميدانية في عشرين دولة والجوائز التي قدمتها لنا في حلقة اليوم وحلقات أخرى مستقبل إن شاء الله من أوقافها ومالها الخاص وليس من أموال المحسنين عندنا ثلاث جوائز من قطر الخيرية جائزة عبارة عن بئر رتوازي بمضخة يدوية بعمق يصل إلى مئة وخمسين مترا ببنغلادش الجائزة الثانية أيضا عندنا مشروع تمليك أغنام والجائزة الثالثة عبارة عن كفالة يتيم جوائز في انتظاركم بعد هذا الفاصل طبعا رقم رأيتموه أمامكم صفر صفر ساعة سبعة أربعة 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 ثلاث ثلاث أربعة 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 في انتظاركم حياكم الله عزائي المشاهدين نبدأ المسابقة والمسابقة ناخذ إن شاء الله تقريبا على حسب الوقت عشر اتصالات منكم إن شاء الله وكل واحد راح نكتب اسمه ونحطه في الصندوق بعد ذلك نسحب ثلاثة منهم ويكونوا مفايزين بالثلاث مشاريع اللي ذكرناها قابل شوي أول اتصال من محمد علي محمد علي من الدوحة فضل يا أخي محمد سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته حياك الله سلام عليكم سلام عليكم بالنور والسرور إن شاء الله مبارك عليك الشهر الله يباركيك الله يحييك إن شاء الله سؤالنا في ثلاث خيارات تركز معانا سؤال يقول زيادة غسلات الوضوء على ثلاث مستوعبة عدل مستوعبة عشان يا أم تكون هل هي جائزة أم مستحبة أم مكروها زيادة غسلات الوضوء يعني تقسل يدك مثلا فوق الثلاث مرات هل هي جائزة أم مستحبة أم مكروها تبي تزيد ما تبي ثلاث مرات تبي أربع خمس مرات على كيفك ما رأيك مستحبة زيادة غسلات الوضوء عن ثلاثة شيخنا هذا في حديث مشهور حديث عمر المشعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الوضوء فقال ثلاثا توضع ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثا مرات ثلاثا مرات ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم يعني واحد ما يزيد بس إذا ما نظف المكان شيخنا مثلا كان يد فيها لذلك نحن ذكرنا إيش هذا هذا ليس وضوء مثلا نظاف النجاسة موضوع ثاني أنه يغسل من قبل ثم بعد ذلك توضع ممكن يري له في طين مثلا هذا موضوع ثاني هذا ما لا علاقة بالوضوء ما لا علاقة بالوضوء الوضوء اللي فيه الغسل اليدين وغسل الوجه وغسل الرأس جميل مسح الرأس الزيادة على ثلاث مستوعبة هنا مكتوبة أو مستوعبة ممكن تقول لذلك قلنا أن الغسلة الواحدة لا بد أن تكون مستوعبة أو مستوعبة تكون لكل العضو كل العضو لأنك إذا غسلت بعض العضو بالغسلة الأولى ثم بالغسلة الثانية البعض الثاني ثم بالغسلة الثالثة كملت على الأول كأنك غسلت غسلة واحدة السؤال كان فيه ثلاث مستوعبة زيادة عليها يعني مكروه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وأظلم لأنه أيضا من الإسراف من الإسراف في الماء الذي تكرنا جميل السؤال الثاني معانا للأخت عائشة حسن سلام عليكم أختي عائشة أختي عائشة معانا قصر على صوت تلفزيون أو ساكل تلفزيون وكلمينا بدل من التلفزيون سفضل إختي عائشة عندنا السؤال الآن صح أو خطأ نقول جملة هل هي صحيحة ولا هي خطأ خليش معنا يصح وضوء من لم يمسح رأسه وإنما مسح أذني ما يحتاج يمسح رأسه بس أذني في الوضوء مسح الرأس يعني مهم في الوضوء خطأ خطأ أنت شراج خطأ ولا صح واحد يصير يتوظى بدون خطأ خطأ والإجابة صحيحة صحيحة وتدخلين معانا في السحب يا أختي عائشة الله يسال فهل تمام ناخد اتصال آخر معانا غانم يا غانم حال أخي السلام عليكم غانم غانم أي شي يا غانم غانم النصاري النصاري ونعم يا غانم أنزين يا غانم سؤالنا في ثلاث اختيارات السؤال يقول قصر على صوت الارتفزيون عشان ركز معك وتركز ويانا الغسلة الوحدة المستوعبة في الوضوء لا تجزء تجزء تكره وضح للسؤال شيخنا شوي يعني الغسلة الواحدة المستوعبة في الوضوء أيوة يعني إذا غسل يده مرة واحدة ووجهه مرة واحدة ممكن أن تتوظى مرة واحدة يعني بدل ما تغسل يدك مثلا مرتين ورجلك بدل ما تغسلهم ثلاث مرات تغسلهم مرة واحدة ووضوك صحيح صحيح لا تجزء ممكن مرة واحدة والوضوء يكون صحيح يلا الحين ما اسمه اسمه غانم يا غانم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآن واحد غسل وجهه مرة واحدة تتوكل على الله لا تجزء تتوكل على الله لا تجزء صبر يا غانم أصبر لأنت أصبر جوية خلي شرح لك خلي شرح لك الشيخ رب العالمين تكره تكره ما تكره وين يا ظالم الله يديك أزيل الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الحين الله قال فاغسلوا وجوهكم هل لما واحد يجي ويغسل وجهه مرة واحدة يعتبر طبق كلام الله أنه غسل وجهه الله سبحانه وتعالى قال ما قال مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ما قال مرة ولا مرتين ولا ثلاثة المرة الواحدة تكفي ولا ما تكفي تجزء صح تجزء تجزء الإجابة صحيحة يا غانم وتدخل ويانا في السحب ما قصر غانم يلا أيضا اتصال آخر من معنا الآن هذه فائدة بالنسبة للغسلة الواحدة أنها تجزء لعل كثيرا من الناس لا يراها مجزئة يعني لازم ثلاث مرات لازم ثلاث مرات وهكذا هذا الذي لو بد أن يغسل لحيته مثلا أو كذا يعني هذا من الزيادة والتنطع نوعا غسل الواحدة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا واحدة ويغسل بها وجهه خلص ابن عباس يقول كما يصح البخاري توضأ النبي مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا نعم سؤال رابع لأختنا غيداء مسلم السلام عليكم أخت غيداء وعليكم السلام ورحمة الله نزيل قصر على صوت التلفزيون واسمعي ويانا السؤال يكون ياما صح أو خطأ الإجابة صح أو خطأ الجملة تقول يصح وضوء مع غسل الوجه مرة ويديه مرتين ومسح رأسه مرة ورجليه ثلاثة يعني شكل يعني شكل يعني شكل مرة غسل يده مرة واحدة ولما جعل على مثلا الكفين إلى الذراعين ثلاث مرات الرجل مرة وهكذا يعني أعتقد خطأ يعني ما يصلح ها خطأ هو ممكن نشرح شوي أشرح خلي الشيخ يشرح شوي لأن المرة الواحدة تجزئ نحن قلنا قبل شوي مع الأخ غانم أن لو غسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة ورجليه مرة واحدة أن وضوءه يجزئ أليس كذلك صحيح فمعناه أن هذا الذي غسل بعضها ثلاثة وبعضها مرتين وبعضها واحدة الواحدة حصلت في الجميع أم لا حصلت حصلت في كل بس بعضها زاد بعضها زاد زين ها الآن نعود على السؤال ها وضوء صحيح صحيح يمكن صحيح يمكن كلهم مرة مرة أو كلهم ثلاث مرة الأفضل الأفضل ثلاث مرات الأفضل ثلاث مرات بس إذا نوع ما يصير الوضوء صحيح ولا يقولك كانك ما توضيت بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نوع صحيح صحيح والإجابة صحيحة غيدام سلم ويانا في السحب إن شاء الله وناخذ اتصال آخر من معنا مصطفى علي مصطفى سلام عليكم مصطفى يا مصطفى أين أنت يا مصطفى عليكم السلام أيوة يا مصطفى السلام ورحمة الله كيف حالك عليكم السلام ورحمة الله نسمعك السؤال عندنا عليكم السلام ورحمة الله خلك معنا في السؤال سؤال في ثلاث خيارات غسل الوجه في الوضوء الوجه هل هو سنة ولا واجب ولا ركن فضل سألناك غسل الوجه في الوضوء هل هو سنة أم واجب أم ركن ما رأيك ركن ركن يعني بدون الوجه وضوء غير صحيح صح ركن طبعا ركن طبعا وركن طبعا الإجابة صحيحة نبارك لك وإن شاء الله تدخلوا إيانا في السح في نهاية الحلقة حسام من الجزائر السلام عليكم أخي حسام وعليكم السلام الله كيف حالك حياكم الله زيني أخي حسام أنتوا ما شاء الله متى بتفطرون بقي كم على الإفطار يعني إحنا بقي أربع ساعات أربع ساعات باقي ما شاء الله ما شاء الله ربي يتقبل منكم سؤالنا يا أخ حسام سؤالنا صح أم خطأ يالله إذا ترك لمعة في يده لم يصلها الماء فالأفضل أن يغسلها ولا يعيد الوضوء لمعة الماء مقصود فيها شيخا يعني إذا مقصود بالسؤال إذا ترك لمعة في يده لم يصلها الماء يعني مثل المشهد فهل الأفضل أن يعيد الوضوء أو الأفضل أن يغسل لمعة وانتهينه يعني فيه ناس يقولون بالترتيب أن الترتيب ركن فإذا غسل اللمعة معنا أخلى بالترتيب عند بعض الناس والآخرون يقولون لا سنة الترتيب يعني لو غسل اللمعة صحيح وضوه لكنهم مختلفين حد يقول صحيح حد يقول ليس بصحيح فالأفضل أنه يفتك من هؤلاء ويعيد الوضوء أو يغسل اللمعة هذا السؤال يعيد الوضوء هنا قال يغسلها ولا يعيد الوضوء أفضل أن يغسل لمعة يغسلها ولا يعيد الوضوء صح أم خطأ يغسل ولا يعيد الوضوء يعني صح وما يعيد الوضوء مرة ثانية ولا يعيد الوضوء لأنه ما نحظة شوفوه وما يعيد الوضوء مرة ثانية إعادة الوضوء السؤال ليس هل عليه أن يعيد الوضوء هل يجب عليه السؤال هل الأفضل يمكن وضوه صحيح لكن هل الأفضل أنه يعيد ولا ما يعيد؟ هذا السؤال الأفضل صح 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 إن شاء الله بارك الله فيك حسام معانا تدخل في السحب إن شاء الله لحظة شو صح خطأ 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 الأفضل هو خطأ أنت دخلت في السحب أدخل في السحب لكن الإجابة خاطئة المفروض تجيب خطأ خطأ لأن الأفضل هي أن يعيد الوضوء لماذا نقول الأفضل؟ لأن الترتيب عند الشافعية وعند الحنابل ركن وهذا الذي أصابته اللمعة في يده لو غسلها معناه كأنه غسل يده قبل رجليه أو قبل مسح رأسه فأخلى بالترتيب فوضوءه عند الشافعية وعند الحنابله باطل باطل لازم يعيد الوضوء لكن الترتيب عند الحنفية وعند المالكية مستحب فإذا قلنا أن الترتيب مستحب فهل الأفضل أن يعيد الوضوء؟ لا شك أنه الأفضل عند الجميع أن يعيد الوضوء يعيد الوضوء فهنا السؤال قال يغسلها ولا يعيد الوضوء هو الأفضل نعم ليس هو الأفضل ليس هو الأفضل تغريد رافع من العراق أختي تغريد سلام عليكم وعليكم السلام حياة شاء الله أختي تغريد معانا على الجميع إن شاء الله يا رب العالمين سؤالنا يقول عندنا ثلاث خيارات يا أختي يقول لك مسح الرأس في الوضوء سنة أم واجب أمركن الشيخ جاوب أظناء في بداية البرنامج وفي آية فيها من القرآن مسح الرأس ركن نشوف إجابة صحيحة أو لا الإجابة صحيحة تغريد رافع دخلت ويانا في السحب إن شاء الله والله ترجددني يا جماعة ليتصل بهدف أنه وده أن يحصل على مشروع من المشاريع هذه الخيرية من خلالها أنه الله يآجر ويعطيه الخير إن شاء الله في الآخرة آخر اتصال منال منال الحلو منال السلام ورحمة الله وبركاته حياتي إن شاء الله اتصال منال عندنا سؤال صح أم خطأ إذا نسي البسملة في أول الوضوء فوضوءه غير صحيح إذا نسي نسي البسملة شرائج وضوء غير صحيح خطأ 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 وضوءه صحيح وضوءه صحيح الإجابة صحيحة إذن اختمنا الحلو تدخلين معنا في السحب هنا السؤال هذا نعم جيد لو يبين طبعا هو قال في السؤال إذا نسي البسملة نعم إذا نسي البسملة لماذا جاء بالنسيان لأن من أوجب البسملة استثنوا النسيان اللي هم الحنابلة قالوا لكن لو نسيها ليس عليه شيء جميعا الآخرون فعندهم ليس عليه شيء نسي أو لم ينسى إذا ترك البسملة ليس عليه شيء لأن البسملة عندهم عند الجمهور سنة مستحب عند الحنابلة ركن أو واجب لكنه إذا نسي هذا الواجب سقط عنه جميل فبالتالي وضوءه صحيح وليس كما قال السؤال أنه غير صحيح جميل لزاك الله خير إذن ثمانية دخلوا إيانا في الفرز إن شاء الله في نهاية الحلقة رح نفرز ثلاثة من المتسابقين رح يفزون بمشاريع خيرية إن شاء الله مقدمة من قطر الخيرية ننتقل بكم بعد هذه الفقرة إلى الفقرة الأخيرة اللي من خلالها نستقبل في اتصالاتكم وفي سفساراتكم في موضوع حلقتنا عن موضوع الوضوء في انتظاركم والمسابقة بهذه الطريقة انتهت ننتظركم حياكم الله حياكم الله عزائي المشاهدين موضوع الوضوء موضوع طويل طبعا عندنا اليوم الجزء الأول وعندنا غدا رح نتكلم عن المسح على الجبيرة والتيمم والمسح أيضا بدنا نتكلم فيه بكرة اليوم ما قدرنا نغطي الموضوع وبعد غد رح نتكلم إن شاء الله عن نواقض الوضوء صحيح؟ إن شاء الله نحن في انتظار اتصالاتكم في موضوعنا اليوم عن الوضوء عبر رقم الهاتف الذي ستجدونه أمامكم الآن شيخنا في موضوع وهو في مثلا واحدة لما تكون حاطة مكياج واحدة لما تكون حاطة ألوان هذه منكية رضا نسمونا فهل هذا هذا يعتبر حائل للوضوء ووضوها غير صحيح أم ماذا؟ هذا من الأمور التي يذكرها الفقهاء في شروط الوضوء كما قلنا أن الصلاة لها شروط أيضا الوضوء له شروط من شروط الوضوء طهارة الماء وإباحة ثم يقولون إزالة ما يمنع وصول الماء أن لا يكون على جسد الإنسان أو جسد يعني مواضع الوضوء أو أعضاء الوضوء أن لا يكون عليها شيء يمنع وصول الماء إليه نعم فإذا كان هذه التي تضع على الأظافر لها جرم بحيث يمنع وصول الماء إلى الأظهور فهذا معناه وضوءه ليس بصحيح كما لو ترك لمعة متعمدة وهكذا الذي يضع على وجهه أصباغ مثلا وهذه الأصباغ لها جرم المكياج العادي هذه ما أدري معروف المكياج هذا هل هو يعتبر حائل أو لا يعتبر والله أنا مثلي مثلك يعني نشوفه في الناس لكن لا ندري هل هو له جرم أو لا جرم تقصد فيه أنه يعني له طبقة طبقة الماء لا يصل إلى البشرة أيوة يعني هذا هو الضابط إذا هناك شيء على الجسد أو على البشرة يمنع من وصول الماء إليه سواء كان سميته حتى لو كان زيتا يعني فإذا كان الماء لا يصل إلى البشرة معناها أن الوضوء لا يصح وهكذا في الغسم والوشم لا الوشم موضوع آخر الوشم لأنه يدخل داخل الجلد وبالتالي البشرة يصل إليها الماء مع الوشم وإن كان الوشم محرما كما هو معلوم نعم شيخنا أيضا في مسألة الحديث الوضوء نحن ما كملنا يعني أركانه أو الكلام عليه في ظني نحن تكلمنا عن أركانه الأربعة اللي هو غسل غسل الوجه واليدين والمسح الرأس نعم وغسل الرجلين جميل هناك المولاة التي ظهرت في الأسئلة وهناك الترتيب وظهر في الأسئلة الترتيب ترتيب أعضاء الوضوء المقصود بها وهذه مسألة غريبة جدا الناس يظنون الترتيب هو بين اليدين مثلا تغسل اليمنى قبل اليسرى بس هذا الشيء كسنة إيش اليمين قبل اليسرى سأبينها سنة اليمين قبل اليسرى لكنه ليس بواجب وإنما هو مستحب الترتيب اللي يقوله الفقهاء هو الترتيب بين الأعضاء المذكورة في القرآن نعم ما هي الأعضاء المذكورة في القرآن أغسلوا وجوهكم نعم وأيديكم نعم فلا يجوزوا عند بعض الفقهاء أن تغسل يديك إلى المرفقين ثم تغسل وجهك أو تبدأ برجليك عكس هل يجوز هذا؟ عند بعض الفقهاء يجوز لأن الترتيب عنده ليس بواجب كالحنفية مثلا والمالكية يعني لو وضأ أي من يديه أو رجليه أو غسل وجهه قبل غسل يديه قبل وجهه هذا كله لا يخل بالوضوع عندهم وإن كان وقعه في خلاف السنة أما غسل الريسار قبل اليمين في العضو الواحد هذا يعتبر عضو واحد اليدين عضو واحد لأن الله قال واغسلوا أيديكم إلى المرفق غسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرفق وقال في الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم جميعا هي عضو واحد فلو غسل اليسر قبل اليمنى صح وضوه لكن السنة أن يغسل اليمنى قبل اليسر هذا بالنسبة للترتيب طبعا هناك حجج فيما بينهم أنا ودي والله الوقت يضيق جدا فودي غدا مثلا على الأقل تبدأ بصفة الوضوء بطريقة سريعة أو مختصرة ولا تتوضى الخاطر إلا توضى جدا ربي أزاق خيرا لا لا مشكلة ربي أحفظك زين ليجي حق الأخوالي وخواتي اللي اشتركوا في مسابقة اليوم عندنا ثلاث مشاريع مقدمة أو ثلاث جوائز مقدمة من قطر الخيرية عبارة عن حفر بأر توازي مضاقة يدوية بعمق يصل إلى 150 مترا في بنغلادش أو عندكم أيضا مشروع تمليك أغنام في اليمن على أساس أن يسترزقون من الأغنام هذه في مسألة الرعي والحليب وهكذا وأيضا كفالة يتيم بنسحب ثلاثة أوراق وثلاثة من المتسابقين وكل واحد له جائزة الجائزة الأولى شعندكم شباب الجائزة عبارة عن حفر بأر توازي مضاقة يدوية بعمق يصل إلى 150 في بنغلادش شيخنا تسحب لنا أورقة الله عمق كبير ماشاء الله 150 ماشاء الله ويستفيدون منها كثير عخصة بالأبلاد اللي ما فيها مياه وفي هناك يعني شح جزاك الله خير الأخت منال الحلو منال الحلو فازت بالبئر ربي يحفظك إن شاء الله والله يجزاك خير ويكون لك إن شاء الله ذخر يوم القيامة بهذا البئر الذي يستفيد من المسلمون الجائزة الثانية عبارة عن خليشوف الشيء الجائزة عبارة عن تمليك أغنام في اليمن تمليك أغنام في اليمن تمليك أغنام في اليمن ماشاء الله اليوم كل الأخوات الأخت عايشة 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 حسن من العراق ماشاء الله فازت بهذه الجائزة في ثوابها إن شاء الله من الدوحة والجائزة الأخيرة اللي هي عبارة عن كفالة يتيم كفالة يتيم لمدة عام هذا ما يعادل 1800 ريال تقريبا فاز بها أخونا أول متصل على ما أعتقد أخونا محمد علي محمد علي فاز بكفالة يتيم لمدة سنة وأجر كفالة يتيم ما شاء الله الله يجزاكم خير وأجركم خير إن شاء الله طبعا كل هذه الأسماء رح ندخلها في السحب الكبير رح إن شاء الله في أواخر رمضان رح نسحب في جائزة كبيرة ورح نشيل هذه الأوراق ونحطها في الصندوق الكبير حتى اللي فازوا بعد لهم فرصة إن شاء الله من الناحية هذه نحن أمس فازوا ثلاثة أو كانوا عندنا تقريبا عشر متصلين واليوم ثمانية ونضيفهم على رحبا شوي والله يجزاكم خير وغدا إن شاء الله لنا لقاء مع الشيخ نجزاكم الله خير على الحلقة وغدا رح نتكلم إن شاء الله عن التيمن بإذن الله ويكمل بعض النقاط بالنسبة للوضوء السلام عليكم ورحمة الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير